هذه أبرز العناوين نفوق آلاف الأسماك يستنفر السلطات الإسبانية صادم الجزائر تعلنها وتتهم المغرب رسميا بالتسبب بما وقع في غابات تيزي والزوب القبائل البوليزاريو تحاول التشويش على الانتخابات المقبلة في الأقاليم الجنوبية وترسل جوتيريش والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس نفوق آلاف الأسماك يستنفر السلطات الإسبانية استنفر نفوق آلاف من الأسماك على الشواطئ السلطات الإسبانية وحسب صحيفات البايز فقد ظهر يوم الأحد الماضي الأسماك الميتة الصغيرة تطفو على الشواطئ في الجزء الجنوبي من البحر الأصغر مارمينور بإخليم مورثيا ودق الجيران ناقص الخطر بتذكير السلطات بما حدث في أكتوبر 2019 عندما ظهرت آلاف الأسماك الميتة مختنقة بنقص الأكسجين في حادث هذا الأسبوع كانت الخسائر أقل حجما وحتى يوم الثلاثاء تم جمع حوالي 250 كيلوغراما من أسماك الإسباعيات من مختلف الأنواع وبعد القتريات أما في عام 2019 فكانت ثلاثة أطنان وتؤكد حكومة مورثيا أن البيانات التي تم جمعها من قبل العلماء في جامعة البوليسيكنيك في كارتخينا تستبعد وجود حلقة من نقص الأكسجين كما لم يتم الكشف عن احتمال التصر بمواد سامة ومع ذلك فقد سجلت المصالح المعنية ارتفاعا في درجة حرارة المياه في تلك المنطقة والتي ارتفعت من 28.5 إلى 31 درجة في يومين فقط مما يشير إلى أن هذا الضرف هو سبب نفوق مئات الأسماك صادم الجزائر تعلنها وتتهم المغرب رسميا بالتسبب بما وقع في غابات تيزو الزوبي قبائل قررت الجزائر إعادة النظر في علاقتها مع المغرب مهتهمة ناريبات بالتورط في الحرائق الدخمة التي اجداحت شمال البلاد وفق بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية وقال البيان أن الأفعال العدائية المتكرر من طرف المغرب ضد الجزائر تطلبت إعادة النظر في العلاقات بين البلادين وتكتيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية وفق تعبيره وكشف المصدر عن تكتيف الجهود من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين وكل المتمين إلى حركتين الماك ورشاد المتورطين في إشعال الحرائق واغتيال جمال بن سماعيل والتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية لا سيام الماك التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراب أجنبية خاصة المغرب والكيان الصهيوني حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكتيف المراقبة الأمنية على الحدود وفق تعبير البيان واتهمت الجزائر المغرب باقتراف أعمال عدائية متواصلة بدعم من حليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر لكن دون تقديم أي أديل على هذه الاتهامات وجاء هذا المستجد خلال اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى لأمن ترأسه عبد المجيد تابون خاصة لتقييم الوضع العام للبلاد عقوب الأحداث التي عرفت الجزائر وكلف تابون خلال اجتماع نفسه الجيش الوطني الشعبي باقتناء ست طائرات مختلفة الحجم موجهة لإخماد الحرائق وكان المغرب قد عرض مساعدة الجزائر بواسطة طائرات كناظر لإطفاء الحرائق دون أن تلقى دعوة أي تجاوب البوليزاريو تحاول التشويش على الانتخابات المقبلة في الأقاليم الجنوبية وترسل جوتيريش على مقربة من الانتخابات العامة المقررة شهرة تنبير المقبل بدأت جابة البوليزاريو الانفصالية تظهر توجسها من الممارسة الديمقراطية للمواطنين في الأقاليم الجنوبية باختيارهم لممثلهم بالاقتراع محاولة التشويش على هذا المصار بمراسلة هيئات أممية وفي ذات السياق دعا إبراهيم غالي زعيم الجبل الانفصالية الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش إلى التدخل الفوري من أجل عدم إدراج الأقاليم الجنوبية في انتخابات التشريعية المزمع تنظيمها الشهر المقبل وقال إبراهيم غالي الذي توارع عن الأنظار منذ أن ظهر طريح الفيريش في مستوى عسكري جزائري في رسالة نصبت إليه قالت الجبهة إنها وجهها اليوم إلى الأمين العام الأممي إنها وجبت تدخل الفوري واتخاذ جميع التدابير اللازمة بما يتماشى مع السلطة الممنوحة لكم بموجب ميتاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وذلك من أجل إرغام المغرب على عدم إجراء انتخابات في الأقاليم الجنوبية وعبر غالي عن معارضة جبهة الإنفصالية لإجراء الانتخابات في الأقاليم الجنوبية بحجة أن جبهته هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي يشار إلى أن منتخب الأقاليم الجنوبية سبق لهم أن شاركوا في آخر محادثات رعاة الأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية في عهد المبعوث الأمني المستقل بصفته ممثلين عن الساكنة إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني الإمارات تقر بوجود الرئيس الأفغاني الهارب على أراضيها وتكشف عن السبب أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الأربعاء وجود الرئيس الأفغاني أشرف غاني وعائلته على أراضيها مشيرة إلى أنها رحبت بهم لأسباب إنسانية وجاء في بيان الخارجية الإماراتي الذي نشرته على موقع الرسمي إن الرئيس الأفغاني أشرف غاني وعائلته في الإمارات التي رحبت بهم لأسباب إنسانية الجادير بالذكر أن السفارة الروسية في كابل كانت قد كشفت بوقت سابق أن الرئيس الأفغاني أشرف غاني هرب من كابل مع سيارات مليئة بالأموال بقي بعضها في المطار يعدم تمكنهم من نقل الأموال كلها وقال السكريسير الصحفي للبيتة الديبلوماسية نيكيتا إشينكو أما بالنسبة لسقوط النظام فتميز بطريقة هوروبيغاني من أفغانستان أربع سيارات كانت مليئة بالأموال وجزء آخر من الأموال حاول وضعه في مراوحية لكنه لم تستوعبها فبقي جزء من الأموال ملقا على أرض مدرج الإقلاع وتشهد أفغانستان المزيد من العنف مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد والذي يكتمل في شتنبر المقبل وهيمنة حركة طالبان على مناطق واسعة أجبر آلاف المدنيين على ترك بيوتهم وقرأهم والنزوح إما إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو التوجه إلى دول مجاورة لاستيما باكستان وإيران ومع دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابول سابقت البولدان الغربية الزمن لإجلاء ديبلوماسيها والمتعاون معها في هذا البلد في أسرع وقت وفي هذا السياق أكد أمين عامحل في شمال الأطلسية الناتو أن الانهيار في أفغانستان كان سريعا وانفاجئا ولم يكن بالإمكان التنبؤ به نقطة النهاية تماني طائرات وخمسمائة وعشرون عنصرا يخمدون حريق غابة شفشاون تمكنت فرق الإطفاء يوم الأربعاء من السيطرة على حريق ضل مندلعا في غابة شفشاون منذ يوم السبت وفق ما أفد مسؤول في إدارة المياه والغابات لوكالة فرانس بريس وقال المدير الإقليمي لإدارة المياه والغابات في محافظة شفشاون رشيد العنزي تمت السيطرة على آخر بؤر الحريق في حدود الخمسة مساء وأوضح أن النيران التهمت نحو ألف ومئة هكتار من الغابات ستون بالمئة منها أعشاب تنوية إضافة إلى أشجار سنور والبلوط والأرض وواجهت السلطات صعوبة في إخماد الحريق الذي اندلع السبت وذلك بسبب حركة الرياح وموجة حر شديدة استجلت مستويات قياسية تجاوزت المعدلات المعتاد خلال هذه الفترة بخمسة إلى إطنع عشر درجة بين الخميس والثلثاء وحشدت السلطات أكثر من خمسمائة وعشرون عصر من إدارة المياه والغابات والوقاية المدنية والدرك والجيش لإخماد الحريق مدعومين بتماني طائرات متخصصة في هذا النوع من العمليات كما جرى فتح تحقيق لتحديد ملابسات اندلاع هذا الحريق بينما لم يتلقى تسجيل أي خصائر بشرية وسبق أن شهدت المملكة موجة حرين ممثلة الشهر الماضي أدت إلى اندلاع عشرون حريقاً ما بين تسع والحادي عشر يوليوز أتت على نحو ألف ومائتين هكتار وفق ما أفادت إدارة المياه والغابات منتصف يوليوز ترجمة نانسي قنقر